أهلا بكم الجديد نكمل الحرة ليلة من الانتخابات التركية إذ بات أمام المتنافسين على الرئاسة التركية سبعة أيام فقط لإقناع الناخبين بالتصويت في جولة الإعادة المقررة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري وتتواصل عمليات التصويت في الخارج لليوم الثاني على التوالي لاختيار بين رئيس رجبطي بردوغان ومنافسه كمال كليشدار أوغلو على أن ينتهي تصويت الخارج في الرابع والعشرين من الشهر الجاري من جاته قال فواد اوغطاي نائب الرئيس التركي قال أنه توجد قواسم مشتركة مع القاعدة الشعبية التي صوتت لسنان أوغان مشيرا إلى أنه قد يسمع أخبارا جيدة بشأن قرار سنان أوغان حول موقفه من تأييد أحد المرشحين فهل من بوادر اتفاق حقيقية الوحف الأفق بين أردوغان وسنان أوغان بشأن الاتخابات المقبلة وما القواسم المشتركة التي تتحدث عنها الرئاسة التركية بين الطرفين وكيف تنظر المعارضة التركية لإمكانية هذا التقارب بين سنان وأردوغان وما خطواتها هي لاستمالة أصوات مؤيدية يحتدم الجدل السياسي في تركيا قبيل الجولة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية داخل البلاد إذ ينظر كثيرون إلى نتائجها على أنها ستشكل علامة فارقة وقبل أيام من ساعة الحسم بدأ الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه الرئيسي مرشح المعارضة كمال كليتشتار أوغلو العمل على حجد المؤيدين واستمالة المترددين في سباق انتخابي يزيده اشتعالا الوضع الاقتصادي وقضية اللاجئين في الأثناء تتصلت الأضواء على المرشح القومي لرئاسة الجمهورية التركية سينان أوغان الذي حصل على أكثر من 5% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى فإلى أي المرشحين تذهب أصوات مؤيد أوغان أوغان قال في تصريحات له إنه لم يصل بعد إلى قرار نهائي بشأن تأييد أي من المرشحين مضيفا أنه يتوقع التوصل لقرار نهائي خلال أيام لتجنب الغموض وفي جولة الانتخابات الأولى التي جرت يوم الربع عشر من مايو حصل أردوغان على نحو 50% من الأصوات وهي أقل بقليل عن الأغلبية اللازمة لتجنب جولة إعادة الانتخابات المتماثلة بـ 50 زائد واحد فيما حصل منافسه كليتشتار أوغلو وهو مرشح تحالف معارضة يدم ستة أحزاب على نحو 45% من أصوات الناخبين وفيما تبدو المعركة قاسية ترك كليتشتار أوغلو المنصات ولم يعقد أي تجنب عن انتخابي منذ الدورة الأولى باستثناء لقاء وحيد مع حجد من مناصره أمام ضريح مصطفى كمال أتا ترك مؤسس الجمهورية التركية وحزب الشعب الجمهوري الذي يترأسه منذ عشر سنوات في غضون ذلك يواصل إردوغان تنقله بين المناطق التي ضربها زلزال السادس من فبراير الماضي والذي أوقع نحو 50 ألف قتيل على الأقل وقد استقبلته حشود رفعت الأعلام الحمراء بعد وعوده بإعادة الإعمار خلال الأشهر الستة المطبلة بالمزيد حول هذا الموضوع نضم إلينا من إسطنبول كل من سيد رسول طوصون كاتب صحفي ونائب سابق عن حزب العدالة والتنمية كما ينضم إلينا سيد إسلام أوسكان باحث وباحث سياسي مرحبا بكما وشكرا لتلبية الدعوة أبدأ معك سيد رسول نائب الرئيس أردوغان فؤاد أكتاي قال بأن لدينا قواسم مشتركة مع القاعدة الشعبية التي صوتت لسينان أغان والبالغ 5% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى برأيكم ما هي هذه القواسم المشتركة بين الطرفين وهل يمكن أن تفضي فعلا إلى اتفاق قوائد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لأسبوع المقبل الذي لا يصوت لصالح كامل كريشترولو هو يعتبر ضده فلذلك الذين صوتوا لصالح سينان أغان كانت أصفاتهم تعتبر ردة تفعل لكامل كريشترولو ولماذا لا نعتبر سيد سيد رسول الذي صوت لسينان هو أيضا ضد أردوغان ربما كما قلت والبعض منها أيضا يعتبر ضد أردوغان هذا الذي قلت ربما لم تسمع نعم أعذر على كل فبالنسبة للسيد سينان أغان هو سياسي منشق من حزب العركة القومية وهو عضو في التحالف الجمهوري الذي يقوده الرئيس أردوغان فبالنسبة للأصفات التي ذهبت إلى سينانوغان أغلبيتها أصفات ردود فعل ضد كريشترولو وكذلك ضد المكيدة التي حيكت ضد محرم إنجا الذي كان هو أحد المرشحين الأربعة فأما بالنسبة لاتجاهات سينانوغان كما قلت سينانوغان رجل منشق من حزب الحركة القومية وهو أقرب من التحالف الجمهوري وكذلك في المبادئ وفي خطوطه الحمراء إلا أن هناك يقال أن تحالف الجمهوري نعم ما الذي جعل أكتاي نائب الرئيس التركي يقول بأننا نعتقد بأننا سنسمع أو سنستمع إلى أخبار جيدة فيما يتعلق بموقف سينان ما الذي دفعه إلى هذا التفاؤل في ظل وسياق ما تفضلت به للتو فنعم الشروط التي وضعها سيد سينانوغان كان من الممكن أن يقبلها التحالف الجمهوري ويبدو أن الرئيس أردوغان عند لقائه عند قبوله لسينانوغان اتفق على تلك الشروط ويبدو أن سينانوغان أمامه خياران في الحقيقة الخيار الأول هو أن ينضم أو أن يدعم الرئيس أردوغان وهو احتمال قوي جدا والخيار الثاني أن يبقى محايدا لا يدعم أردوغان ولا يدعم كريشترولو لكن أنا سينانوغان هو زميلي أنا بالأمس تحدث حكيت معه في الهاتف وهو نوه إلى أنه قريب جدا من دعم الرئيس أردوغان بعد لقائه يوم الجمعة في إسطنبول كما قلت هو أمامه خياران إما الحياد وإما دعم الرئيس أردوغان ولكن لن يدعم كمال كريشترولو أبدا ما رأيك سيد إسلام ما رأيك بهذا الطرح المرشح سابق سينانوغان كان قد قال لضيفنا بأنه أقرب إلى تأييد الرئيس أردوغان منه لكريشترولو ما رأيكم بذلك هل تتخوفون من هذا التقارب أم لكم خطوات ربما لاستمالة مؤيدين سينان أردوغان لكم يعني أنا لست جزءا من تحالف الأمة ولا سياسيا ولم يكن لدي أي مقام أو منصب في حزب الشعب الجمهوري أو في تحالف الأمة لذلك أنا هنا موجود كمحلل سياسي بالنسبة لهذا الموضوع يعني سينان أردوغان هو رجل وحزبه أيضا يميني متطرف وهو يميني متطرف ويناسب جدا حزب العدادة والتنمية لأن معظم الناس يعتبرون حزب العدادة والتنمية أنه حزبا إسلاميا ولكن بعد التحولات التي صارت وعصفت بالحزب منذ أكثر من سبع سنوات يعني هو تحول إلى حزب يميني متطرف إلى حد ما لأن هناك تطابق وتفاهم كبير جدا في المبادئ وفي السياسة وفي الرؤية السياسية فيما يتعلق مع حزب الحركة القومية الذي هو حزب يميني متشدد جدا لذلك سنان أغان قد يتناسب آراءه مع حزب العدادة والتنمية ومع تحالف الجمهور بدلا من أن يتعامل مع حزب الشعب الجمهوري أو تحالف الأمة لأن يقود هذا التحالف هو حزب يساري وعلماني يعني طبعا ممكن نعتبره علمانيا لذلك قد يكون هناك مشاكل كبيرة جدا وأيضا الشروط التعجيزية التي فرضها سنان أغان على تحالف الأمة أيضا فيها مشاكل وعلى حسب رأيه كان من الأفضل بالنسبة للطرف يعني بالنسبة لحزب الشعب الجمهوري وتحالف الأمة اللا يبافق على هذه الشروط لأن الإكراد هو حاليا بمثابة مفتاح ويلعب دورا أساسيا ومركزيا بالنسبة لتحالف الأمة التوافق مع هذا الحزب ومع سنان أغان قد يضر بتحالفه مع الإكراد ومع حزب الشعوب الديمقراطية وهو حزب شرعي ومعترف من قبل المحكمة الدستورية والدعاية لحزب العدادة والتنمية بأن هذا الحزب له علاقة بتنظيمات الإرهابية ليس لها أي أساس من الحقائق والوقائع لذلك أظن أن الموافقة على هذه الشروط التعجيزية من قبل سنان أغان سوف تضر بكثير لحزب الشعب الجمهوري وتحالف الأمة منذ البداية وأنا أوجه انتقادات أيضا لسيد كبال كليشترولو أو لتحالف الأمة بسبب موقفهم فيما يتعلق باللاجئين السوريين يعني طرد اللاجئين السوريين أو إبعادهم أو تطرق إلى هذا الموضوع أو تناول هذا الموضوع مع هذا الموقف مع هذه الكلمات مع هذه المواقف مع لسه في الشديد يتناقض مع جميع المواثيق الدولية بناء على ما تفضلت به كباحة سياسية ما حجم التحدي برأيكم وحتى مقدار الأمل الذي يحدو المعارضة اليوم بالفوز في هذه الانتخابات بعد الفارق الذي أفرزته الانتخابات في جولتها الأولى لصالح أردوغان بما يقارب الخمس نقاط على منافسه كليشترولو هناك تحدي كبير جدا هذا الشيء واضح بأن أردوغان وحزب العدادة والتنمية هو أكثر حظا فيما يتعلق بالانتخاب بالسباق الرئاسي لذلك الأمر صعب جدا بالنسبة لتحالف الأمة هناك عدة نقاط يعني عدة نقاط فيما يتعلق بالاستراتيجية التي سوف يتابعها تحالف الأمة في السباق الرئاسي النقطة الأولى هي الخطاب القومي ربما إلى حد ما قد يعتبر أنه متشددا وهذا كما أسلفت قبل قليل يضر بسمعة تحالف الأمة وأظن أن هذا الخطاب الموجود حاليا قومي أكثر من اللازم والنقطة الثانية هو التركيز على أناس الذين لم يذهبوا إلى صناديق الإختراع إما احتجاجا على الأحزاب السياسية بشكل عام أو لعدم الأهمية أو إبداء أي أهمية في هذه الانتخابات لذلك حزب الشعب الجمهوري وسيد كليشتورو سوف يركز على هؤلاء ثلاثة ثمانين مليون شخص عقبا ثمانية ملايين شخص لم يذهبوا إلى صناديق الإختراع والتركيز قد يكون على هؤلاء وأيضا الشباب والمرأة يعني عندما القينا نظرة إلى شركاء حزب العدوات والتنمية في تحالف الجمهور هناك بعض الأحزاب لديهم مواقف سلبية جدا تجاه المرأة وأيضا قد يكون لهم ارتباطات أو علاقات ببعض الأعمال العنف سابقا لذلك التركيز يكون على حزب هدابر وأيضا المواقف السلبية للمرأة لحزب الرفاه الجديد ويعني سوف يقص حزب سيد كليشترول سوف يروي بأن إذا يتم انتخاب أردوان وضعية أو أوضاع المرأة والشباب قد يكون سلبية جدا في المستقبل لذلك التركيز في الاستراتيجية سوف يكون على هذه النقاط واضح سيد رسول انتخابات الإعادة في الخارج قد بدأت بالأمس وتستمر حتى الرابع والعشرين من هذا الشهر يعني وسط إقبال كثيف كما يرد لنا ما يتوقعاتكم فيما يخص الأصوات الداعمة لحزب العدالة والتنمية والمؤيدة للرئيس رجب طيب أردوغان برأيكم قبل الرد عن سؤالكم يجب أن أوضح أن حزب العدالة والتنمية تحالف مع حزب الحركة القومية في قواسم مشتركة ولكل حزب المبادئها فلذلك اعتبار حزب العدالة والتنمية يميني متطرف هذا تعليق مرفوض أما بالنسبة للناخبين المغتربين في الخارج من الأتراك نعم هناك إقبال شديد جدا لتصويت في صنادق الاقتراع هناك طوابير طويلة جدا فاليوم قد اقترب عدد الناخبين من مليون واحد ففي الجولة الأولى كانت نسبة الداعمين لحزب العدالة والرئيس أردوغان قرابة 56% وكذلك من أصوات الخارج نتوقع أن هذه النسبة ستزداد في الخارج لأن الذين صوتوا لصالح كريشتر أولو قد لا يذهبون يقاطعون التصويت لأن معنوياتهم هبطت جدا فبالنسبة لمعنويات داعم الرئيس أردوغان هم متشددين ويقبلون على صنادق الاقتراع أيضا تنسيق من حزب العدالة والتنمية لنقل الناخبين من بلدتهم إلى محل الاقتراع لأن محل الاقتراعات قليل جدا وهناك ناخبون كثيرون بعيدون جدا عن محلات الاقتراع فحزب العدالة والتنمية ينسق نقل الناخبين كذلك فلذلك نتوقع أيضا أن نسبة الداعمين للرئيس أردوغان في الخارج ستزداد إن شاء الله نعم سيد رسول طوصون كاتب صحفي وناب سابق عن حزب العدالة والتنمية شكرا جزيلا لك وشكر أيضا لك سيد إسلام أزكان الباحث السياسي كنتما معي من إسطنبول شكرا لكم